طريقة استثناء طالب من الاختبار اختر المقرر المراد استثناء طالب أو مجموعة طلاب من حضورهم للاختبار بعد ذلك تحت إدارة المقررات الدراسية الذهاب إلى أيقونة المستخدمون والمجموعات واختيار أيقونة المجموعات سيتم هنا عمل مجموعتين الأولى لتحديد الطلاب الذين يستحقون الدخول للاختبار والمجموعة الثانية لتحديد الطلاب الذين سيتم استثناؤهم من دخول الاختبار عند دخولك على أيقونة المجموعات سوف تظهر لك الصفحة الخاصة بالمجموعات يمكنك إنشاء مجموعة من خلال النقر على أيقونة إنشاء ومن ثم تسجيل يدوي وتقوم بالخطوات التالية أولاً عمل مجموعة للطلاب الذين يستحقون الاختبار ونسميها الطلاب المستحقين لدخول الاختبار ثم نكتب وصفاً لهذه المجموعة وبعد ذلك نقوم بإخفاء المجموعة الظاهرة للطلاب وعدم إتاحة الأدوات المحددة ثم نقوم بالنزول إلى أسفل الصفحة والذهاب إلى خانة العضوية ومن ثم نقوم بالنقر على إضافة مستخدمين ونقوم بإضافة جميع المستخدمين ما عدى الطلاب المستثنين من الاختبار ومن ثم أن نقر على أيقونة إرسال ثانياً عمل مجموعة تحتوي على الطلاب الذين لا يستحقون الاختبار ونسميها الطلاب الغير مستحقين لدخول الاختبار بنفس الطريقة السابقة ثم نكتب وصفاً لهذه المجموعة ونقوم بالنزول إلى أسفل الصفحة والذهاب إلى خانة العضوية ومن ثم نقوم بالنقر على إضافة مستخدمين ونقوم بإضافة جميع الطلاب المستثنين من الاختبار ومن ثم النقر على أيقونة إرسال ومن ثم الذهاب إلى الاختبار النهائي هنا سوف نستخدم أداة الإصدار المخصص لعرض الاختبار فقط للطلاب الذين من حقهم دخول الاختبار ننقر على السهم الصغير بجانب الاختبار النهائي ثم نختار إصدار مخصص من القائمة المنسدلة تحت جزء العضوية نحدد مجموعة الطلاب المستحقين لدخول الاختبار ونقوم بنقلها إلى جزء العناصر المحددة عن طريق السهم ثم نضغط زر الإرسال الآن سيكون الاختبار ظاهراً في الوقت المحدد إلى الطلاب المستحقين لدخول الاختبار ولن يظهر للطلاب المستثنين